ومازلنا مشاهدين نتابع فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم ومن هناك موفدة التلفزيون المصرية لندة عبداللطيفة أجرت اللقاء مع عبدالرحمن محمد آدم وهو أحد المشاركين في المنتدى وفي ورشة عمل ريادة الأعمال وهو من شاد نتابع أهلا بكم مشاهدينا ولسه بنرصد لكم فعاليات منتدى شباب العالم وبينضم إلينا الأستاذ عبدالرحمن محمد من تشاد وإحدى المشاركين في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في تشاد أهلا بخضرتك كيفان أهلا بك أستاذة يعني عايزين نتكلم أكثر عن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في تشاد واللي كان سبب في مشاركتك في هذا المنتدى شكرا الأسبوع العالمي لريادة الأعمال هو حدث أعلمي أيضا من خلاله نحفز الشباب لابتكار مشاريع صغيرة أو إنشاء مشاريع صغيرة لكي تتيه لهم فرص أمل فبسدده نلنا الشرف أن يتم اختيارنا في منتدى شباب الآلم وحان نحن في ورشة أمل لرياضة الأمال من حيث اكتساب محارات جديدة ومشاركة كل الفئات المشاركين للمنتدى ومشاركة كويس ونلسى نتكلم من شوية عن فكرة مثلا الطلاب اللي بيتخرجوا من الجماعات وما بيكونوش لقين فرص عمل ومستنيين أن الفرص العمل تجي لهم من خلال وظائف بعينها طيب إزاي بقى نحن ممكن نقدر نشجع فكرة ترويج الترويج لرياضة الأمال فيلا هو حاسي الآن أصبح شبهي واقي جل من حصلوا على شهادات أكثر يعتقد أنه مؤحل فقط للوزيفة الإدارية وفيهين أن الطلاب أو الأمالة المطاهة لا يمكن أن تسعى كل الدارسين أو كل الخريجين فحبز من المفروض أن نواجه البطالة عبر إنشاء مشاريع صغيرة وهذه المشاريع هنا كتل إذا جزء من أفراد يقومون بإنشاء هذه المشاريع فهناك قائد وطني ومن ذلك سيكون ساحمه في تنمية البلد لو في رسالة تحب توجيها لكل الناس اللي نفسهم يكونوا رواد أعمال بس مش عارفين تقول لهم إيه شكراً سؤال وجيه والمفروض أنه بدلاً المفروض بدلاً ما الواحد فينا بعد ما قلص دراسة يكون يحاول أن يبحث عن أمل المفروض ينشئ عمل فالتحفيز هنا أنك بتكون مدير شخصك فمن قلاله تكون لك جدول خاص من غير القيود والتأليمات أيضاً فشي واقي وفعلاً بسدد الفرص المطاحة أيضاً المفروض أنه الزل أريدي عندما معين جديد في الدماغ حب زا حب زا يستقطب العقل في إيطاحة فرص وإنشاء مشاريع من خلاله يلتح فرص لأفراد أعيلتها أصدقاء أيضاً بممارسة أعمال ولكن لهم مساحمة وأعيدات للوطن شكراً جزيلاً أستاذ عبد الرحمن شكراً شكراً سعيد بهذا اللقاء وطحية مصر وشكراً لماسك الله يعني مشاهدينا كان معنا الأستاذ عبد الرحمن محمد من شاد واللي كان مشارك والمسؤول عن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في شاد شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً